كان في جنوب إفريقيا إلى شركات الأمن الخاصة من أجل تأمين منازلهم وحياتهم الشخصية في ظل ضعف انتشار الشرطة في الشوارع وقد نمت أعداد هذه الشركات خلال سنوات الماضية لتصل إلى نحو 35 شركة تقدم خدماتها لمئات الألف من السكان وأصحاب الأعمال بعد تفشي الجريمة بكل أنواعها في مختلف أنحاء البلاد أندريه آيتون مدير إحدى شركات الأمن الخاصة في جوهانسبرغ يقوم بالمراجعة اليومية لغرفة عمليات الشركة وحجم البلاغات المقدمة من عملائها الذين يقدر عددهم بالمئات من سكان الأحياء المجاورة يعمل بالشركة نحو 700 موظف على مدار الساعة تأتي الإشارة من منزلك تلقائيا إلى مركز الاتصال هنا تنتقل مباشرة إلى سيارة الحراسة وتتعرف إلى الحالة الطارئة في منزلك بناء على تلك الإشارة يمكن أن تكون إشارة تهديد للحياة أو ضعر أو يمكن أن تكون تهديدا بالأسيد كاميرا التلفزيون العربي تحركت في جولة مع إحدى الدوريات التابعة لإحدى شركات الأمن الخاصة التي تنسق في عملها مع جهاز الشرطة كباقي الشركات في جنوب إفريقيا يتلقى قائد الدورية بلاغا بإنذار غامض من أحد المنازل فتكون الاستجابة سريعة إذ قامت السيدة أن بتفعيل زر الضعر بعدما اكتشفت محاولة لاقتحام منزلها لدينا بالفعل نظام أمني جيد مفعل الآن وإيضا زر لحالة الهلع ونظام للتحذير والتحكم في البوابات وفي كل شيء نحن مغطون بالكامل إذا حدث أي شيء هنا لدى جنوب إفريقيا واحدة من أعلى نسب الجريمة في العالم ففي العام 2022 و2023 أشرت الإحصائيات الرسمية إلى أن جرائم القتل بلغت نحو ستة آلاف حالة بمعدل ما بين ستين وسبعين حالة يوميا إضافة إلى جرائم استخدام العنف بنحو ثلاثة عشر ألف حالة وسجلت جرائم سرقة السيارات نحو ثلاثة وعشرين ألف حالة وحالات السطو على المنازل نحو ثلاثة وعشرين ألف حالة مساحات ومجالات واسعة تمددت إليها أنشطة شركات الحماية والتأمين الخاصة في جنوب إفريقيا بعدما عجزت الإجراءات الأخرى عن توفير الأمن الشخصي للإنسان العادي بفعل ارتفاع معدلات الجريمة بكل أنواعها وهو ما كبد الناس هنا أموالا طائلة طلبا لأمان مفقود داود حسن العربي جوهانسبرغ